صباح الخير صباح الأمل على أحلى مشاهدين في الدنيا أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا النهاردة حلقتنا مختلفة خالص عن الحلقات اللي قبل كده حلقتنا النهاردة بتتكلم إزاي أكون عندي عدة مواهب مختلفة وإزاي أناميها بمناسبة بقى الكلام ده معينا النهاردة المدرب والمغني والكاتب والمهندس ومرعب التيك توك مصطفى حكيم أهلا بيك يا مصطفى أهلا بيك يا عمين إيه بقى حكاية مرعب التيك توك كده؟ والله أنا وانا الناس بس بتسألني أسئلة غريبة شوية كده أنا كان دايما ببقى في ربليل الكومنت مثلا فأنا باجي أرد على الكومنت فباستغرب يعني الرياكشن بتاعي بيبقى استغرب من السؤال مع شوية الملامح الحد ده اه فبتدي الرياكشن إن انت مرعب اه فالناس بتخاف بقى من الحد دي فخلاص بقيت وقت دين عني انطباع أنه هو أنا كده أنا محدش يسألني أصل عشان خايف يسأل اه اه بسنين لحد الحد دي طيب احكي لنا بقى يعني انت مدرب ما شاء الله وكاتب وشاء يعني حاجات كتيرة كده يعني قلنا بقى ازاي يعني مثلا ايه هو مثلا اللي خلاك تجمع كل الحاجات دي كلها والله هي ومع الوقت مع مرور الزمن كده كل الحاجات دي بدأت تبقى ازاي بقى ازاي جمعتها الواحب يكون عنده موهبة واحدة ومش عارف حتى كمان ينميها زمان خالص مثلا وانا زهير كنت بحب الرسم جدا لدرجة ان مثلا اصحابي اللي كانوا معي في نفس الكلاس مثلا لما يكون عندهم يعني الدروس في الرسم حاجة عايزة تترسم كنت انا اللي برسمها له فانا عرفت من الوقت ده ان انا بحب الرسم تمام قدام شوية كنت ببقى قاد مع صحابي كده انغني انا بغني مثلا فهم ايه قالوا لي ده صوتك حلو انا مش مكتنع بكلامه بس هم قالوا لي انت صوتك كويس فجينا في مرة ما طلعوا طلبوا حد يغني في حفلة من الحفلات بتاعت المدرسة فالناس كتير زلعت يغني وعادي رجعوا تاني ما حدش اختارهم فاصحابي بقى اللي قالوا ده مصطفى بيعرف يغني فانما طلقت اغنيت لقيت الناس بتسقف بقى وحاجات غريبة كده فافرحت بقى انا في موهبة فعلا انا عرفت ان انا عرف اغني فاخلت بقى في الموضوع بشكل اكبر في المدرسة في الاعداية دي وفي السنوي وكده يعني طيب هل بقى التدريب هواية ولا دراسة احنا عارفين طبعا اي مدرب في الدنيا بيكون لاما دارس لاما مثلا غاوي الموضوع ده بيبدأ ايارة كتير بيخش على مواقع فانا عايز اعرف انت دارس ولا الاتنين التدريب بيبقى شامل الاتنين لازم يكونوا موهدين تمام بس برضو في ناس في ناس ما درستش بس عندها من النتائج وعندها من الخبرة شكل كبير جدا من الخبرة بيخليهم بيطلعوا نتائج كويسة جدا او فاهمك بقاروا كتير وعارفوا حاجات كتير وعارفوا اكتر من حاجة لان هما في النهاية انا او غيري بنتعامل مع ناس بنتعامل مع صحة الناس فمش هينفع ان انا يعني اعمل حاجة غلط في الحتة دي تدرهم تمام اه لازم ده هيبقى وش هيبقى فيه ضرر فانا لازم ما ينفعش اعمل كده فالقراية كتير دي مهمة جدا يعني انت هواية ودراسة اه يعني القراية كتير مهمة جدا وبرضو مهمة جدا ان انا ادرس لان فيه حاجات في العلم انا ممكن ماكونش عارفها من خلال القراية العادية طبعا اكيد فلازم ادرس بل طيب هل دربت ناس بقى فعلا يعني خسوا معاك وكانوا كام وبقوا كام في نتائج كتير في نتائج كتير طيب نتائج كتير احنا معانا على فكرة سور ممكن تعرضها لنا معلش اوكي اه طيب اه ممكن مثلا تقولي كانت واحدة مثلا قد ايه كان في معايا حد يعني ده اعتبر اكبر حاجة حصلت كان 140 وهي حاليا دلوقتي 76 فيه رقم كتير بدون ادوية بقى اه من غير ادوية انا اصلا ما بحبش فكرة الدو يعني بحبش فكرة ان انا انا كده كده في النهاية ده اسلوب حياة مفروض انا اكون متعود ان انا اعمل ده طب هل في حالات بيكون فعلا محتاجة دواء زي مثلا سرعة الحرق بتكون قليلة مريض الكولون الموضوع ده بيبقى مراحل في البداية لازم اتعامل مع الجسم بشكل طبيعي جدا من خلال التغذية العادية خالص ولما بوصل لحتة ان الحرق عندي خلاص بدأ يقف فانا طبيعي ان انا ادخل حاجات عوامل مساعدة للحرق لكن مش من البداية مش من البداية لان الجسم لازم ياخد طبيعته العادية خالص في ان هو يبدأ يحرق في سعرات تمام عن طريق التغذية الطبيعية اللي احنا بنعملها له قدام شوية ممكن ادخل حاجات تساعد على الحرق عشان خاطر نوصل لنتاج اللي احنا عايزين اهو بص انا شايف ده طب قولي باول صورة معلش نقف عندها دي كانت كام وبقت كام عشان انا اولا هنا انا كاتب اصلا اه تمام يعني انا هنا كاتب كانت 115 في الصورة دي كانت 115 بقت 83 اه اصبحت 83 اه طيب ايه قولينا اه والتانية دي كانت كام كنا 120 اه تمام هي الصورة الاولينية على فكرة نفس البنطلون اه انا خدت بالي اه اه نفسها في رجل واحدة ده اه اه ما شاء الله كانت 120 وفي الوزن ده كده كانت 76 اه 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 طب دي وهنا برضو كانت 110 اه تمام وهي هنا كانت 80 ما كانش لسه برضو يعني في نتاج اكتر من كده لصعبة الصورة دي اه اه ده واحد ده اه ده حد انا كان بيشكرني بس على انه هو بدأ يشوف جسمه يعني وبدأ يشوف تفاصيل جسمه اه فيه تغيير جامد اه واضح جدا فيه تغيير جامد اه فرقت برضو اه اه ماشاء الله الحمد لله يعني نتاج كتير يعني الحمد لله بياخدوا بقى قد ايه يعني مثلا كم وقت مثلا مش كل الناس زي بعض نتاج ممتازة بس برضو ده بالتزامه يعني انا انا في الاخر انا بقول له هتعمل واحد اتنين ثلاثة هو لو مالتزامش هو لو مالتزامش مش هيعمل حاجة صح ففي النهاية هو بس البناء ادم لازم يكون حابب اللي هو بيعمله ويبقى ليه هدف محدد وعارف هو عايز يوصل ليه وهيوصف هيوصف طيب ليه بقى الستات بعد الجواز بيبدأوا يملوه طبعا غير يعني انا الرجالة احنا حقدين عليكم احنا حقدين عليكم لا بس الاكتر والموجود هو المنتشر اللي استات بتملأ اكتر من الراجل حسب الجينات فيه رجالة اصلا الجينات جسمها اصلا مش بيزيد هو حرقه عالي فما بيزدش كده كده وزنه بيبقى ثابت وفيه ستات برضو نفس القصة وفيه برضو ناس بتزيد جسمها اه ايه سبب بقى اه ايه سبب بقى فيه شوية حاجات عادية خالص عدد يعني بس عدد مثلا احنا فترة قبل الجواز دي كل الناس عارفة انها بيبقى فيها استرس كبير جدا وضغط نفسي فمبرد ما بدخل البيت خلاص بقى انا رميت ورا ظهري حاجات كتير قوي خلصت صحيح فببدأ بقى ايه بيبقى نفسي مفتوحة اكل براحتي وبقى فيه بقى فيه حب بقى فيه حاجة جديدة حصلت طبعا فبالتالي بتلاقي نفسك بتاكل عادي مش فارق معاك انت مش مرتبة لحاجة مش حسب انا هزيد ولا مش هزيد غير بقى ان الست بتخش على فترة حمله وبتخش على فترات رضاعة غير الجنات والهرمونات اللي في الجسم بتدير كل الحاجات دي بتأثر على الست بالاخص يعني فربنا يكون فعون الست تلتزم بس تلتزم بس اه يعني ايه بس تحافظ على نفسها وتحاول دايما الاكل الصحي يعني ايه كده كده فيه ناس كتير بتتعلم تطبخ جديد في البيت بيبقى لسه اول لا ليه ما تتعلمش تطبخ صحي ايه صحي يعني خليها نبتدي ان احنا نتعلم نطبخ صحي مش لازم نفكر في المحاشي ونفكر في حاجات الليل وبتأفر معانا لا نتعلم نطبخ صحي والاكل الصحي اصلا سهل فتعود البيت على كده طيب احنا بقى ممكن نرجع تاني لموضوع الغنى نرجع كده عايزك بقى تسمعني حاجة صغيرة كده حاجة صغيرة ام ماشي اوقاتي بتحلو اوكي اوقاتي بتحلو بتحلو معاك وحياتي تكمل برضاك اوقاتي بتحلو بتحلو معاك وحياتي تكمل برضاك بحس بروحي وبوجودي من اول ما باكون وياك بحس بروحي روحي ووجودي من اول ما باكون وياك ويا روحي ساعة ملقاك روحي روحي ساعة ملقاك مش بس وقاتي بتحلو دي العيشة والناس والجو مش بس وقاتي بتحلو دي العيشة والناس والجو والدنيا الدنيا الدنيا بتتحكل بتتحكل معاك جميلة طيب مين بايا مصطفى اللي بديك التاقة الإجابية؟ والله هي هو عيلتي العيلة كلها بالنسبة لي شايفيني يعني ان انا المفروض اوصل لحيطة تانية فدايما حاطين فيي الامل وانا حابب ده جدا وبحاول ان انا حارب عشان اوصل لده بالاخص بقى بنتي داريني رباني خلا هي لك شايفاني هيرو شايفاني بطل الافلام الكرتون هي فعلا البنت عمتا بتكون باباها هو الهيرو بتاعها عارفة اللي هو ممكن في لحظة كده تكون بتفرج على فيلمتي بابا انت شابه ترزون عارفة اللي هو دايما تشايفاني شايفاني في الحتة دي فانا بصراحة انا انا هحارب جدا عشان خاطر اعمل اي حاجة في الدنيا ان شاء الله تحقق كل احلامك ان شاء الله ربنا يخلي هناك طبعا احنا كلنا في حياتنا بنقابل شخصيات سلبية جدا بتقعد مثلا تقولنا ايه اللي انتو عاملينه ده وايه اللي انتو اعرف اللي هو شخصية سلبية ماشي كده اه ماشي كده تعطني علينا حياتنا تقولهم ايه بقى الناس دي بصي هو انا قابلت ده تماما انا بالفعل قابلت ده الناس دي في البداية هي بتحب تفرج عليكي وبتبقى حطى نفسها دايما في وضعية انتقاد هو شايفك دايما ايه اللي انتو هتعمليه ده انتو بتفكر ازاي تماما لا متكمليش في اللي انتو بتعمليه ده مش صح فانا نصيحتي بقى لناس حقيقي ان لما تلاقي الشخص ده في الوقت ده لازم تبعد عنه تماما لايس تبعد عنه لانه عطلق كتير جدا تعمل دليت ايه بعد عنه هيعطلق خليك دايما قريب من الشخص اللي شايف فيك النجاح هو شايفك هتوصل هو عارف ان انت كويس وعارف ان انت بتتعب وبتكتهد عشان توصل فخلاص بقى انسى ده خالص عديه يعني انا حقيقي انا الجي على اياه فتراتك وانت بقعد لوحدي مش عايز اعد مع حدي مش عايز اسمع حدي بيحكي لي مشاكل مش عايز اسمع حدي بيحكي لي ظروف وحاجات عشان كل دي طاقات سلبية واصلا الحياة مش مستهلة يعني كل واحد مننا عنده حاجات كتير فالعطلة دي بتوقف حاجات كتير بتوقفنا احنا بنابقى مثلا شايفين طريقنا ماشي ازاي كل واحد فينا عارف خطواته وعارف طريقه ازاي مفيش مشكلة خالص ان الناس كلها تحلم ايه المشكلة ان انت تحلم وتفكر ازاي تحقق حلمك ايه المشكلة هتحقق هتحقق لو تعبت هتحقق لو انت صبرت هتحقق انا حتى دايما مع الناس اللي معايا في الدايت في المتابعات انا ما بسيبش حد كده يعني انه مش قصة انا ببعتلك جدول تغزية واسيبك وخلاص انت كمان مدرب اونلاين اه انا نفسيا لازم اتعامل معاه انه هو يبقى حابب اللي هو بيعمله ده عشان يوصل اللي هو عايزه وهو ده دوري برضه يعني مش قصة بقى تدريبه ويلا سلامه عليكم لا انا هيهمني جدا نفسية يعني نفسية الشخص اللي بي معايا ده تبقى كويسة وآه اه هو ده اللي هيساعده هو ده اللي هيوصله هو ده اللي هيرايحنا انا يعني النتائج لما هتحصل انا برتاح احنا دلوقتي كنا بتفرج عن نتائج ناس انا فرحان انا منتصف بالنسبالي بالزبط يعني دايما الناس السلبية دي يا جماعة نحاول نبيل عنها خالص ما نكملش معاهم لقينا شخص سلبي في حياتنا نعمله دليت بس من اللي الاخر طيب فيه كمان عايز اسألك سؤال ايه بقى الهواية المحببة لقلبك طبعا كلنا علينا هوايات مختلفة برضو لكن انا مثلا لما بيجي مثلا ارسم بكون فرحانة ان انا بعمل الحاجة دي عن مثلا الطبخة عن الغنى في حاجة مثلا بتخص مثلا مصطفى حكيم هو بيحبها اكتر وهو بيعملها بسي الرياضة الرياضة انا عن نفسي ممكن اعطفل الجيم طول النهار في ناس صحابك اصلا بيبقوا معايا داخلين معايا الجيم بيشجعوك اصدق اه لا انا ده انت انا جاي لجي في الكلام بيجي ودخلين معايا الجيم مثلا وينزلوا وانا بعدها بساعتين يشوفوني لسه جاي طب كنت تعمل ايه كل ده فوق انا بحب الجيم انا بحب الرياضة انا بحب بحب الحياة دي هي جميلة طبعا كفاية ان هي اصلا بتخلي الواحد يعني بيخش في مود وبيطلع في مود تاني خالص دي حقيقة فعلا بتغير بتغير 180 درجة من الحياة من ظروفك حتى انتي بتبقي فعلا دخلها بسترس وبضغط نفسي كبير طبعا بتخرجي خلاص مافيش حاجة حصل طمام طيب في سؤال تاني برضو عايز اسقوله لك اللي هو ازاي اقضي على الكرش دي مشكلتنا كلنا ازاي اقضي على الكرش اه والله اول التخزية عموما يعني هي بتقضي على كل حاجة طمام بصي او مافيش حاجة اسمها يعني مافيش حاجة في الشغل بتاعنا ده اسمها انا عندي كرش فانا عايزة نزل الكرش الجسم كله بينزل لازم الجسم كله خس لا بس احنا صعب نشوف ناس في مناطق في الجسم في مناطق معينة في الجسم هي بتبقى اخر حاجة في التخزيس يعني بتوصل بتوصل انها تخس هي اخر حاجة بس انا صعب الاقي ان في فعلا حد بيكون جسمه حلو جدا ووزنه مساري بس في نفس الوقت طلع له كرش طلع له كرش اه عنده نسبة دهون زيادة ونسبة الدهون الزيادة بتاعته دي تمارين بقى يا مصطفى ولا نظام غذائي نظام غذائي وتمارين الاثنين مع بعض الاثنين لازم يتعاملوا تمارين الكارديو اللي هي التمارين اللي بتعلي ضربات القلب علشان توصلنا ان احنا نعلي علشان نحرق سعرات حرارية اكتر نعملية تمثيل الغذائي بتاعنا والتخزية والتخزية مهمة جدا جدا السكر بقى نبعد عن السكر خالص يا جماعة السكر ده يعني شيء اي حاجة بيضة هي مش مفيدة اصلا السكر بس يعني سعرات حرارية مجانية كده ناخدها ملهاش اي انا بالنسبة لي انا شايف ملهاش لازمة خالص انا في حاجات كتير جدا ممكن اخدها اللي هو مثلا السكر البراون مثلا مثلا او وفي حاجات كتير من ممكن اخدها في الفواكه وكده فيها سكريات في حاجات في الكاربوهايدرات المعقدة فيها سكريات هتفيد جسمي من غير ما اخد سكر طبيعي مش محتاجه اخد سكر انا مش محتاجه اخد سكر بالسكر العادي الصناعي ده مش محتاجه تمام؟ فأنا عادي ممكن أخذه من الفكهة ممكن أخذه من القرب وإدارات المعقدة أنا بالنسبة لي أنا عن نفس أنا كمصطفى كل الناس اللي معايا كمان ما فيش حاجة اسمها سكر صحب يعني هو أصلا أي حاجة أي حاجة بيضة أصلا أنا عارفة الموضوع ده مش مفيد تمام طيب عايزة برضو أسألك على مرضى اللي هم السكري ليهم برضو أنت عارف أنه بيبقى ليهم أصلا نظام جربة غير مرضى معين غير مخالص قرصي هقول القصة عن مريض السكر أنا بحاول دايما أن أنا مخاليش الأنسولين في جسمه إيه يقد يطلع وينزل ويلعب وهي دي قصة مريض السكر في الأنسولين بس هي الموضوع الأكبر في الأنسولين طب يعني مثلا نقول كده حاجات بسيطة مثلا الصبح مثلا يعمل إيه أو يفطر إيه مثلا الغداء يحاول يعتمد دايما يحاول يعتمد هنتكلم بشكل عام يحاول يعتمد على البروتينات ويحاول يعتمد على الدهون الصحية والخضرات كل الحاجات دي هتبعيده خالص 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 عن وينعب رياضة برضو الرياضة دي أساس الرياضة دي أساس بعيدا عن أي حاجة سواء كنت مريض أو مش مريض لا في ناس ساعات تقول لك أصل أنا مش عارفة عندي إيه وعندي إيه فمش بلعب والله يبصي هو ده كسل ده كسل ما فيش حاجة اسمها عندي يعني حقيقي فعلا اللي عايز يعمل حاجة هيعمله هو كسل بس بخصوص مريض السكر عموما يحاول يعتمد على البروتينات يحاول يعتمد على الفات الدهون الصحية يبعد عن الكاربوهيدرات على قد ما يقدر ولو هياخد الكاربوهيدرات ياخد الكاربوهيدرات المعقدة اللي الجسم بيمتصها بشكل أكبر يعني بياخد وقت كبير في امتصها فبالتالي ما بتعليش الأنسولين عنده طب مريض الكولون بقى ده هيلي نفس النظام؟ مريض الكولون مش نفس النظام قوي بس هو بيحاول يبعد عن البوكوليات عموما كل التغذية بتاعت البوكوليات هي اللي بتأثر على الكولون بشكل كبير فيحاول يبعد عنها يحاول يشرب مية بشكل كبير والمية والرياضة بالنسبة برضو المريض الكولون مهمين جدا هو هيلاقي نفسه أصلا دايما مرتاح هيلاقي نفسه دايما مرتاح خصوان الكولون بيأثر على كل أجزاء الجسم ده غير لمنه هو يعني الناس اللي عندها كولون عصبي مثلا بيتعبوا بيتعبوا جدا فعلا ده حقيقة يحاول بس هو البوكوليات لأن البوكوليات هي اللي بتنشط دايما تعب المعدة عن تعب البطن عموما عند مريض الكولون فيابر عنها والتغذية برضو بنفس الشكل اللي احنا تكلمنا عليه على مريض السكر مع الرياض طيب نسمع بقى أغنية كده ثانية اه صغننة كده لازم نستغل لك انتظر نهار نسمعي بقى عمر ديان اه عمر ديان اه في حاجة حلوة هلس طيب اوكي يتفضل رصيف نمرى خمسة والشارع زحام وساكت كلامنا ملائي كلام كلك ست رولي بيسور وداني وشحت المزين بيأكل وداني آه كلك ست رولي بيسور وداني وشحت المزين بيأكل وداني ليالي باريس تعالوا حاسبني وجدو الديون وعشان وعشان وعبد الله رجدي المحام قدير بيرفع قضية في باب الوزير على عم فكري بتاع البليلة عشان مرزع بصوت الجهيل عمر ديال لأ لأ انتهي رصني طيب عايزة بردو اسألك اقولك ازي بقى بتنظم وقتك انا شايفة ان انت ماشاء الله يعني كتابك بتكتب يعني كل حاجة بتعملها بالله ايو كل حاجة وليها وقت شامل فنان شامل غير اني في شغل اصلا الصبح كده كده انا عارف ان انت مهندس كمان غير اني في شغل فالواحد لازم يستفاد باليوم كله انا استفاد بالحياة اللي انا عايشها فلازم كل الوقت اللي انا صاحي فيه ده انا بقى مستفاد بكل لحظة فيه اعمل فيه كل الحاجات اللي انا عايزة مفيش حاجة سمعنا رايح الشغل فانا بعد ما بخلص شغلي مش هقدر راحة مرا خالص مفيش الكلام ده انا بخلص الشغل بطلع على الجمعة حتى مبروحش البيت يعني انا بطلع على الجمعة طلع خلص تمريني وبعد ما خلص تمرين ياريت الناس تسمع اللي هما بيقولوا احنا مش قادرين لا ما مفيش اهمسين شاب شاب مصر يهو انا سبقلي سنين على الوضع ده نروح للشغل الصبح وبقى خلص شغلي بروح على الجم ففعلا يعني الكسل الكسل ده اكبر عدو لنا ايوا طب هو اللي هيخلينا يعني لو انت عايز تقعد في مكانك يعني صاحب الكسل صاحب الكسل وحبه هيقعدك ولا تتحرك من مكانك فلازم بجد يعني مفيش احسن من نشاطه وخصوصا يا جماعة الجم الجم يا جماعة مفيك جدا والله احسن حاجة أصلا انت شرفتنا النهاردة ربنا يخليك والوقت عد على طول ما حسناش بي وان شاء الله قابلك في حلقة تانية ان شاء الله بإذن الله يا رب بإذن الله ان شاء الله السنوني الحلقة الجاية ان شاء الله بموهبة تانية خالص مختلفة اسفكم مع شريف المصري